في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي نتائج زيارة الوفد المصري لدولة العراق وتطرق التقرير لدراسة إنشاء محطة معالجة للعراق لتنقية تحلية المياه بنهر الفراط تماثل محطة معالجة مصرف بحر البقرة وشدد وزير الري على الحرص على متابعة ملف تعاون بين مصر والعراق والسعي لاستفادة الجانب العرقي من التجربة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه